حياة ملايين الأطفال اليمنيين في خطر تحذير جديد وجهته منظمة الصحة العالمية بسبب نقص التمويل اللازم لتقديم الدعم المنقد للحياة يأتي هذا التحذير بعد خمسة عوام من الحرب التي تسببت في انهيار وشلال شبه تام للقطاع الصحي في البلاد هذا الانهيار أرجعه مراقبون إلى عدم قدرة المرافق الصحية على تضطية نفقاتها التشغيلية الأمر الذي تسبب بمغادرة الطواقم الطبية من جهة وإعاقة عملها وتقديم خدماتها للمرضى من جهة أخرى وضع تسبب في انتشار واسع للأمراض والأوبئة وإغلاق للعديد من المراكز الصحية في المدن والأرياف تقارير أممية عديدة تحدثت أن انهيار الوضع الصحي تسبب في تزايد كبير لحالات سوء التغذية وظهور حالات جديدة للحصبة في وقت تعجز فيه المنظمات الأممية عن تغطية تكاليف أدوية المرضى بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف فإن أطفال اليمن هم الشريحة الأكثر تضرراً من الحرب حيث يعاني مليوناء طفل من سوء التغذية ويموت طفل يمني جراء سوء التغذية كل عشر دقائق إذا استمرار تدهور الوضع الصحي في البلاد يحذر المراقبون من أن استمرار الحرب قد يفاقم من الوضع في ظل نقص التمويل والعراقين التي تواجهها المنظمات الدولية في تقديم خدماتها للمرضى والمصابين ترجمة نانسي قنقر